بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الهاشي منعوني من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة أقدم إليكم الجزء الثاني من الشبتر الأول بالنسبة لهذا الجزء الثاني سوف نتناول فيه الـ Fundamental Concepts الـ Fundamental Principles مقارنة بين الـ Particle والRigid Body أي مقارنة بين الجسيم والأجسام الصلبة ونختم إن شاء الله بالـ System of Units بالنسبة للـ Fundamental Concepts هي أربع أشياء مهمة اللنث والتايم والفورس والماس بالنسبة للـ Length في علاقة بالـ Space it is associated with the notion of position of a point P given in terms of three coordinates measured from a reference point or origin يعني أنا لو عندي أي جسم رح يكون موجود في الفضاء تكون عنده أحداثيات أو coordinates في ثلاثي الأبعاد الأحداثيات هذه Y, X, Y, Z العنصر الثاني هو الـ Time Definition of an event requires the specification of time and position at which it occurred لو أنت بتتكلم على أي حدث لازم تحدد الزمن والموقع فالزمن أيضا شيء مهم نمر الآن إلى الماس وهي الكتلة It is used to characterize and compare bodies أي جسم رح تتجد عنده كتلة معينة تقاس بـ International Unit of System اللي هي الكيلوغرام بالنسبة للـ Force It represents the action of one body on another يعني لو التقى جسمين رح يتبق كل جسم على الجسم الآخر قوة A force is characterized by its point of application يعني نقطة التطبيق Magnitude مثلاً مئة نيوتن أي القيمة The direction هذه here direction with a sense of course So the force is a vector quantity يعني هي متجه بصفة عامة In Newtonian mechanics Space, time and mass are absolute concepts and dependent of each other يعني ما فيش علاقة مباشرة بين space والtime والmass لكن اللي رح يربط بينهم هو الفورس However, the force is not independent of the other three The force acting on a body is related to the mass of the body the variation of its velocity with time نمر الآن إلى fundamental principles القانون الأول لنيوتن المعروف أيضاً بالإنيرشيا لو If the resulting force on a particle is zero يعني لو مجموع القوى على جسم معين بتساوي سفر The particle will remain at rest رح يفضل في حالة راحة Or continue to move in a straight line أو يواصل على الحركة على خط مستوي طبعاً هنا ب Acceleration سفر وفيلوسيتي بتساوي constant لكن بالنسبة إنا في استطيقة رح نتوقف إلى حد It will remain at rest رح تفضل في حالة سكون في حالة راحة بالنسبة للقانون الثاني لنيوتن A particle will have an acceleration proportional to a non-zero resulting applied force يعني هنا الفرس رح تساوي الكتلة في التسارع وبذلك l-acceleration هي proportional to the force بالنسبة للقانون الثالث لنيوتن The forces of action and reaction between two particles have the same magnitude and line of action with opposite sense إيش المقصود هنا لو عندي جسمين كل جسم بيتبق قوة على الآخر لو الأول تبق force F الثاني رح يتبق ردة فعل R هنا رح تكون ال-F بتساوي ردة الفعل تكون عندهم نفس القيمة مثلاً 100 نيوتن وعندهم نفس خط التطبيق هذا هو خط التطبيق نفس خط لكن with opposite sense يعني في اتجاهين متعاكسين نختم الفوندمانتال principles بالنيوتن's law of gravitation أو قانون الجاذبية لنيوتن two particles are attracted with unequal and opposite forces لو في جسمين الجسم الأول بتسير بين والثاني تسير بينهم جاذبية بforce F تحسب بهذه القاعدة تكون عندهم equal and opposite forces يعني نفس القوة الموجودة هنا F بتساوي الفورس F- لو هذه بتساوي 100 الأخرى أيضا بتساوي 100 لو عايز تحسب الوزن وهو تقريبا أكثر شيء رح يهمنا بالنسبة للستاتيكة أي الوزن بيساوي الكتلة في تسارع الجاذبية ولو عايز التسارع الجاذبية أيضا تستعمل فيها constant of gravity وتستعمل فيها mass of the earth وتستعمل فيها distance between the center of the earth and the center of the second body هنا بتتكون عنا ما يسمى بالacceleration of gravity اللي رح نستعملها في حساب الوزن